موسيقى طول ما معاك نشأت في حمي محدش هيقدر ييجي جنبك ولا جنب تابر قال لي بالكلمتين دول في دماغك أبو خليل قبل ما تطيرت عن نيابة بكرة ما أعتقدش إنه واجر الداخلية هيجيبه الكلام ده بقى السكة مش تمشي معي رجعني مطرح ما كنت أنا مش غير كلامي طيب يارك أجيب لك من أبو خمسين ألف جنيه ما ألزمونيش مئة ألف كويس ده برضو رد الناس الرخيصة اللي زي ده ده أنت بتكلب إليها ده بعيدة انطرقها أبو يا الله الرحمه إلي هيش راجل اللي قد مات يا زناتي وبعدين يا زناتي هنعمل إيه؟ إيه ده كده يا رفاعي ما حصلش حاجة عمره كده يا أخ؟ عمره؟ بتكناه يا زناتي وإحنا مالنا هو أنا اللي قتلته نعم يا أخويا بقولك يا أحمار فهمني كويس وكان حد شافنا معناد من أصله إحنا في السليم في السليم إزاي بس حتى لو محدش شافنا لما جتته تبان هيتوروا على اللي قتلوا ساعتها نعمل إيه؟ ساعتها يبقى الزابط هو اللي قتلوا الزابط؟ أيوة الزابط سليم بي الأنصاري اسمعني كويس وفهمني يا أحمار اللي هقولك عليه تنفزه بالحرف الواحد انت فاهم؟ ماتنعش كده انت فاهم؟ ماتنعش كده اللي قد مش في البيت يا باشا وهم متعرف شوه فين استغفالي اعزي مراب اكيد طبعا اكيد عرفين انت عمرك ما تجيلي بخبر حيلا اكيد بس انا اكدت عليها ساعاتك اول ما تشوفه تبلغ ويجي لساعاتك امشي امشي ارفاعي ما تخليش عسكري يصحيني لو فيهم سيوة امشي يا باشا بدل البهدلق روح ساعاتك رايح في البيت امشي ارفاعي امشي سبني يولا حاضر يا باشا يعني انت متأكد يا حضرة الامين انت مسامعني بودانك اجحش انت مش مصدقني خدش اسأله اسأله ازاي بس انت عايزه طاين عيشتي علي انها ما انت عايل كبانش حد يلاقي راحة وما ارتاحش انا بس خايف يغير رأيه يغير رأيه ازاي هو نعم يا قطرة بانش يعني انت متأكد ان علك خليه روح الاستراحة بقولك ايه ما تخنقنيش انا بلكتك وخلاص مش عايز بلاش لا لا قطرة خير حضرتك خلاص انا هروح رايح في الاستراحة واجي قبل ما يسحق مش كده هو كده عليك نور تمام خلصانة بإدارة ما تقومي تنامي يا سلمة مش عارف نامي يا ماما انت عارف نتوت الموتر بيوترني وبعدين قربي وكالني قوي على سليم ليه بانتي مالو مالوشي حيبدي وحتى لسا مكلمني ومطميني عليمة اليس بس انا يعني اللي حصل نقلقينه وقومي صليلك راكاعدين قبل الفجر ويدعيله ربنا يسلح حالك يا ابني يا حبيبي يا رب يا ماما الا هو السلم بيعوز للمفتاح حضرت الامين وانا اش عرفني انت كمان انا هحق معاه هيا خلص هتجيب اه ودهوله ولا تودهوله انت هو ساعدتك رايح له ايوه سيدي هو يبطل طلبات لا خلاص خده ساعدتك انا مش ناكس يمسك مش عليك غلطة لا جدين ولا جدين حضرتك عارفه ما بيرحمش مش عارف هفضل اشيل عنكل حد امت بقولك ايه روح حطه الدول اللي طلبه مش نقصين مشاكل على رأيك بس اللي هوات ده واسمه رتلمية هاتلو اي حاجة للبارد بس تكون كويسها بقاس على الصيدالة حاضر ما انت جاوه برا زي الزفت موضوع 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 هواتل ايش بس انكس موضوع هيا يا سون. قوم. زي هادي? انت ايه لجابة? انت عشو مفود ده راعة? عايزك في مصلحة. مصلحة ايه اللي انت عايزني فيها انا بمانا عم. حاطت لك. ازاي? ده موضوع انا بقى انا هخلصه. ما نكشف فيه. المهم انت مش عايز حقك بالضبط. محمود يا زي هادي. ما انا لقيت لك سافة. بحجب لك حقك بالضبط. وهتطلع من هنا كمان بس تسمع كلامي. اميني يا با? ما انا بس تسمع. انا بحجب لك. ها حجة. لان لازم يشوفك حيالك مش ينفع. طيب ماشي. لان لما احكيلك مش ينفع دلوقتي. طيب يلا ما صفتي السكة وكون عندك. تا ايه ما فيش في قلب أمك رحمة لا يا روح أمك خلال رحمة تنفعك لما تشرف فطورة تلبس الأساور أرى الحاج لطفي سيبني مع بيتة الواد لوحدة أسيبك إزاي أنت اللي هتخرج من المكان ما جيت وتقفل باب ورايا كمان يلا يلا نعرق أبو كسوت مات مات إزاي جرائع حاجة قضاء الله نافذ وفي حد بيموت نقص عمر ياباني أدب إنت أنا جايبك تشلني من مصيبة متحضرني في المصيبة أكبر أنا ما ليش دعوا بالموضوع ده خالص إيه دا كده حاجة ما تقولش كلام تندم عليه بعدين إيه يا وقت قلت الأدب اللي أنت فيها دي ما تفوق لنفسك حاضر سيادة النايب أنتو سيادنا وعلى رأسنا أيوة كده تايدل أنا كل اللي أصدع ليه أن ما نفعش أن أنا ورات نفسي في مصيبة زي دي عشان خاطر الحج وابنه وفي الآخر يبعني ولا إيه أنا كنت قلت لك قلت له أجحش أنت وأنا كان قصد يا حج أنا حاولت مع ابن حسنة ما نفعش أرزت عليه شوية ما استحملش قضاء الله نافذ نصيبه كده ما حاول علاقاته إلا بالله طب إيه العمل دلات يا حج ليش دعوة أنا أقولت لكم أن أنا ما ليش دعوة بالموضوع ده خالص هو اللي موته يبقى هو اللي يتصرف ما تهدى كده يا حج مش يمكن يكون الموضوع ده في مصلحتك مصلحت إزاي يعني دي جناية يا ابن آدم أقولك أنا إزاي دلوقت بيتة اللي أرحمها والوقت كمان شرحوا مين يعرف الموضوع غير الزابط مفيش والظابط كل اللي عنده كلام مفيش حاجة تثبت على تامر بيته ما غير الفيديو اللي على تليفون الواد والتليفون معايا وأنا خفيته بمعرفتي لا حصل لا قدر الله يقع في عيد حد كده ولا كده ولا عيل شمال يحاول يبتزك ويفتشك في إرشينة حاجة أنا ما يردليمش أنت بتهددني يا ابن الكلب أنت؟ إيه ده إيه ده يا حج زناتي برضو عنده حق فهموا يا متر والنبي قولوا إيه تفع برا إيه تفع برا يا بدا لإما وعزة جلال الله حضربك بالنهر إيه ده يا حج إيه ده ما يصحش كده وضي صوتك ممكن تقعد قعد وقالين زناتي مهما كان ده يا ابننا وهو ما يقصدش حتى لو غلط برضو وقالين ده واحد من رجالتنا واحد من رجالتنا مش ممكن تخلى عنهم أبدا قول لي يا زناتي بتاخد كاما وتجيب التليفون بتعرضي الله معك ده لما أخذ حمال بيه التليفون هيفضل معي وبعدين انتو خايفين من إيه ما حنا في مركب واحدة يعني الفيديو ده لو ظهر من أول واحدة رأى في ستين داية وقابليكو كمان ولما انت عارف كده معليش يا متر الشيطان شاطر أنا كده بالنسبة لي أمان أكتر وما لو يا زناتي الحكاية ببدا بس بقى قدمنا وينا نلبسها للظابط يبقى لازم نقعد مع بعض ونرتب أوراقنا لأن برضو ما تنساش إن ده الظابط والدخلية مش هتتخلى عن رجلها ما تلقش يا متر وحط ببطنك بطيخة صيفي أنا مرتب نفسي كويس والتهمة لبسة لبسة ومحدش هيقدر يحميه ماشي فهمني بقى أنت عملت إيه بالظبط أقول لك السلم عليكو عن طلب بركته السلم عليكو عن طلب بركته السلم عليكو عن طلب بركته سلم عليكو عن طلب primary أني تفعلني سلم عليكو عن طلاح سلم عليكو عن طلب بره encont으ются بع нам تفعل physically سلم عليكو عن طلب بركته أو معنا thesis السلم عليكو عن طلبhun أغى في جنبه يا رب أخليك في دورنا يا رب أنا من جايلك إن بيلك لحبك إنك ما تسمنا أجرنا يا رب يا رب يا رب يا رب كده كله تماما مش فضل غير حاجتين اتنين أي هم يا مطر الزابط جي هنا والعسكري اللي كان سيق البوكس هاي شاب كده يبقى إحنا لازم يكون عندنا تفسير منطقي غير الكلام اللي هيقوله طيب دي تحل إزاي يعني؟ الحل عندي إيه هو ما تقول بقى يا ناش هتحرم عليك النهار طلع علينا ركزوا معايا واللي هقوله هو اللي لازم يتعمل ما عندناش وقت نضيعه تفضل يا أخي ما عندناش لسه صحي الجماعة لسه نازلين خير ما دا يا لتكون عايز تسألني يا التفاقن علي إيه؟ إيه؟ زابط عز بعيل في اسم مش في دايرتي هكلمونا لإيه في الموضوع دا يا حماد بقى على زنك اسمه إيه الزابط إيه؟ سليم الأنصاري؟ مش دا اللي كان في الصف؟ لا لا ما عرفوش شخصية إن يعرف اسمات عنه ماشي 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 سيبلينا موضوع دانات صرف هادر أكالي مورغ أكالي مك ستنى مني تليفون اههم صباح الخير معالي نايب آسف لو كنت بكلم حليك بدري الحقيقة في مشكلة كبيرة شوية قلت أكلم حليك نحاولنا لإمها قبل ما تكبر ومنعرفش نتصرف صباح الخير يا باشي يبدو ما براه حد يصاع حد كده ما انت اللي قلتلي يا باشي رأي مني شي ايه حاضر يا باشي أنا كان قلبي حاسس كان قلبي حاسس من الأول ما دا متأخر كده يبقى خدوه تاني هو الزبط دا مش هيشيله من دماغه يا ساة سناء أنا عايزك كده تهدي وتتأكدي إن ابنك هو ابننا أنا الحاج لطفي موصيني إن أنا أخو بالي من موضوع دا جدا ما هو العشان برضك يا حاج وعلى فكرة حمد بي بلغ أكبر ناس في وزارة العدل وإحنا هنتولى البلغ بالنيابة عنك لا أنا مش عايزة أبلغ ولا أي حاجة أنا عايزة الودي يرجع لي والزبط دا يشيله من دماغه وخالص وينساه لا لا يا ساة سناء ما هو الموضوع دا إذا ما كانش يكبر مش هيتحل أنا عايزك تتطميني كده خالص وتسيبين إحنا هنتصرف في الباقي قلتي إيه؟ اللي تشوفوه ما الحاج لطفي زي أبوه برضو أكيد هيعمل الصالح اللي تشوفوه أنا شريف رمضان ووكيلي النقاب العام فين سليم يابني؟ فضل فن ما يا رفع يعني ووكيلي النقاب مع دلوقتي؟ طب تمام يا مية بقولك إيه؟ تنفذ اللي ترك عليه بالحرف وتبلغني أول باوي يا جدع انت خاف كده ليه كده؟ موتلك كل حاجة مع ملحسابها بكرة لما الليلة تخلص وتلاقي الإرشينات في إيدك هتدعي لعمك زنات يا بقف سلام يا ماطف سلام يا باشا انت ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ والله يا سليم بيه الكلام ده هو اللي عندنا الدنيا مقلوبة النقاب العام بيتابع بنفسه الموضوع هيئي الحكاية بالزبط؟ يا باشا حكاية ايه؟ الودة جاي قدم بلاجة عشال حدسة طلعت هشوف ايه الموضوع ما لقيتوش بعدتله حد على البيت برضه ما لقيتوش هعمل ايه يعني؟ همم هو كان فيه فعلا مشكلة بينك من الودة؟ مشكلة؟ يا باشا مشكلة ايه؟ الودة اشتبغى نفيف كبين وخرجتاني يوم مفيش حاجة ماشي معلش يا سليم بيه انا عايزك تقدر موقف كويس انا عندي تعليمات اللي انا فاتش الاسم ورجع الدفاتر بنفسي باشا باشا الاسم كله تحت عمرك تفضل الواد مش موجود في الدفاتر اصلا من قلت الساعتك يا باشا الواد كان جاي يبلغ ايوه يا سليم بيه طفين المحضر طفين البلاغ ايوه باشا هم بتنسمعتهم منه روحت اجيب الواد اللي عمل الحادس رجعت اما لقيتوش هعمل ايه يعني ايوه بس الناس شافته اوها داخل محدش شافه اوها خارج ومحدش قالك الدنيا كتعامل ازاي مبارحة محدش شاف حد خارج ولا داخل دنة مقلوبة ايه يا سليم بيه انا مش فاهم صراحة مفيش ولا حسكر في ما كانوا صباح اخير اشرف بيه انا ست المأمور ايه الحكاية يا سليم الوزارة مقلوبة والتليفونات وراء بعد من الصفح مفيش حكاية باشا مفيش حكاية ازاي والوقت اللي انت حاجزه ده ايه حكايته انا محاجزتش حد وما شفتش حد يا باشا احنا هنشوف الموضوع ده انا كده كده هفتش الاسم وانا قلتلك يا باشا الاسم كله تحت امرك احاج معك بنفسي بعد اذنك يا باشا معانا تفضل يا بيه لا يحسن تفضل يا باشا مفيش غلوات ده في الحاجز واتراحل النواردة عني يابا تعال يا ابدي كلم يا باشا اخلص ايه يا باشا انت احمد تايسون ايه يا باشا انا احمد تايسون كان في حد هنا غيرك ايه يا باشا كان فيه كان فيه عائل عندنا من الحتة وجوش ووي ومشي من دل multiplicون 50 seconds وبس ايه 살아كذا Wow شي بيه ديا يتخلي بعد اذنك ت освينده كمبل يا باشا انا هتكلم بس وعدني اللا اسلين поговорوش عنیش حاجه بعبOSS ما حدش ايه جنبه تكمل باشا اسلين بياجي بال ach وجاب له ح lil دمعه وكان معاني مش دوم العافق فيها باشا والله ونزل فيه ضرب باللنبكاس وال لا ككيمة فكل حدي من دليون لازل فيه ضرب انا عزم نواج yere اسلين بيه حد بدان قممور خد سلين بررا بعد اسنك تعال يا مهاي عايزة قدرتك تعال تعال عايزة عرف كل حاجة بالزبط بحاجش هيكلمك اقول يا باشا الكلام ده محصلش اللي وده اكيد متفق معاهم متفق معاهم هو ما جوه الحاجز يا ابني لو ما خبي علي حاجة قولي عايزة الحاجة اتصرف هخبيه بس يا باشا انا عايزة افتش الاسم شبري شبري ودلوقتي حالة فقدم فبارانة يا ماشي تفضل الاسم قدامك فنتش حالتحيطك تفضل يا بيه إيه دقاء بحوات إنا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أيوة يعني هوا فين دلوقتي؟ مزران أوكي، أوكي أنا ما سابت الطريقة هكون عند حضرتك شكرا، متشكرا فيقي يا منجي مين تلك كان ميكلمك؟ ده المأمور بتاع السليم يا ماما مامور بتاع السليم يكلمك ليه؟ وهتروحيله ليه؟ سليم، سليم شكله يقع في مصيبة كبيرة قوي يا ماما كده بقى الأمور كلها وضع حد محدش يعرف تعريد تب الشرع يمكن يقولي تاني أنا هبعت المعمل الجنائي هنا عشان يفحص الاسم كله ويا ريد محدش يتصرف تصرف يخلي الوضع أسوق نصيحة مني أي لعبة في الأدلة هيضركم أكتر أنا هطلع عنيابة يا سيد المأمور ياريك بقى تجيبني بباشا بنفسك لإلا والله العظيم أبعت أجيبني متكلبش موسيقى 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 انا نايب الدايرة دي اعرف ازاي احركها بصباعي كويس قدي القولي حماد بيه ولسه بقى لما النيفت يشتغل والتلفزيون الدنيا هتولع اكتر صاحبانا عليهم الوقت مضانا غاني وارطا حماد هنو شوف انا عامل ازاي عشان امنع اي ازاي امام تيجي لبناء فما بلق بس يتدي بقى اذا راح املناها ابناء الوحيد مش هتشوفه تاني مهو 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 متقلقش يا حج احنا مشيين ف السليم وما بقاش نشق اتفاهمي اما جبتله 15 سنة عالاقل على فكرة بقى حماد بيه الرجل بتاعك تلع وحش تمين بإيه ده غول رجل واصل وحبايبه كتير قوي ده غير بقى أسيد إنه هو في كل خربة اللي هو عفريد وعنده بسم الله يا ما شاء الله فلوس بالكوم متلتلة يظهر إنك غالي عليه عشان كده بيخدم بقلب قوي اهو كله سلف ودين ويصلت ما تعرفش الحج لطفي ده غلوته عندي قديه وتامر ده زي ابني بالزبط سمع كنتش أجري لهم أتعبلهم هتعبل مين يعني ربنا يديم المعروف الحمد لله مالك ساكت لي حج مش قلتلك ما تقلقش طب من إزاي نجد طب من إزاي وانا غرز في الوحلة الهدر يبدي وحسس إني لسه هغرز ما تقلقش يا حج إن شاء الله كل حاجة هتعدي على خير مش قلق مش هتعدي يا حمدي اللي هو التامر واتنظاري واللي كان كان حتى لو خلصت حكاية الأضاية دي حفضلت العمر تحت رحمة زانتي الكلب ده والفيديو اللي معاه زانتي ده أصله ود كلب فلوس واللي طارب دي وتقلو يا شريب أنه قلتلك قبل كده كل الكلام ده كده كل دول بيكذبوا ليه يعني؟ فيما أمرة كونية عليك يا حضر الزابط ولا أهل؟ ولا ما معرفش هو إيه اللي ما تعرفش؟ تعرفش العسكري اللي قابل زياد على باب الاسم وقال له اللي خافي قابلك؟ والأمير رفاعي اللي أنكرنك بعادته بيت زياد زي ما قلت والله أنا كل حاجة قلتها لك ما عنديش حاجة تانية قولها طب وعسكري مكتبك اللي شهد وقال إن كنت بتعامل الوقت ده بمنتهى الأسوة والعنف فكرت بالمرة اللي أخدت فيها قبل كده وطلبت منه إن هو يرتاح بدون أي سبق وده طبعا عشان يسهل لك الحكاية تدخل وتخرج من غير محد يشوفك طب وتيسون اللي قال نفس الكلام وقال برضو إن إن خادت الوقت ده بدونه هاجة حق كل ده مش مكاف فيه يا شريب بيه تايسون دعاية المجرم ما يفعش لاخده بشهادته إحنا بس إن نقول مين يتاخد بشهادته ومين لقى سليم بيه وبعدين شهادته متفقة مع بقية الشهود ده غير عساء اللي إحنا قلناها جمب جثة الوقت وإنت ما أنكرتش إن دي مش بتاعتك يا باشر نعمل معاك ده إيه؟ هو مش كان فيه شهود إن إنت خدت الودة قبل كده وكان فيه مشكلة معاك؟ يا باشر الودة لو أنا ما استقصده مش يستنى يجيلي الاسم اللي هو كان جاي بلغ عنا بنلطفي عشان نعمل الحادث كل ده كلام مرسل أسنين بيه؟ البنت الله رحمه ما لقيتش أي حاجة هالحادث؟ ساعات تقدر تسأل بتوع الإسعاف إحنا بعتنا نجيبهم بس أنا هفرض معاك إن هو كان جاي بلغ ده يعلقته بالموضوع يا باشر الودة كان جاي بلغ أنا مكانش عندي نية إن أنا أقزيه أنا بقى اللي بسألك السؤال ده أنت ليه عملت في الودة كده؟ تاني يا باشر تدخل المواخز يا باشر فيه ناس بره عايزين يقبلوا ساعاتك وبيقولوا إن عندهم كلام مهم جداً في القضية مين دو؟ حماد بالموجي عضو مجلس النواب ومع ناس تانية ساعاتك طب خليهم ادخول بسأخير يا شي بيه تفضلوا تفضلوا يا باشر وانت هتضيفهم حاط الزابط بعزينك هتفضل برا وبعد كده أبعث لك عشان نكمل التحقيق تفضل ماشي إن شاء الله بسيط يا سليم ولو كنت بخبي علي حاجة يريد تقول لي عليها أنا برضو كده كده زي أخوك أنا قلت لساعاتك كل حاجة ما عنديش حاجة تانية أقولها ايه اللي حصل يا سليم؟ شوف ساعاتك أنا فجأتي بيه بيقول لي إن نادا اللي هيرحمها خبطتها العربية وإني في شات قلت له باشر أنا تامر ابني في العين الزخني يعني إحنا ناس في السليم راح مبجح فيي وقال لي زياد عارف أنا ممكن أعرف فيه كويس أنا لو أرزت على زياد ده شوية هخلي يقول إنه شاف تامر ابنك هو سائل عربية فعلا يا فندم ده كمان حتى أول مرة كنت قابله فيها يوم ما رحنا لإسمع عشان نتوسط لزيادة الله يرحمه والحقيقة كان بيبجح وبيتكلم بطريقة كده غريبة جدا أنا ما شفتش كده قبل كده درج إنه آخر مرة راح للحاجة في المعرض وكان كل شوية اتنطط له طلب منه عربية عزيره وقال له إنه لو ما خدتش العربية هيلبس تامر قضية حتى يا فندم بعد ما عارف إن أنا محامي حاولت أفاهمه إنه التصرف اللي هو بيعمله ده غير قانوني وإنه ممكن يتعرض للمساءة قال لي بقولك إيه البلد بلدنا ومحدش إقدر يجي ناحيتنا حاولت أشرح له إنه حتى لو أكبر المرحوم زياد على إنه هو يشهد شهادة ظور في الإسم ممكن لما يروح النيابة غير أقواله قال لي أنا مفاهمه كل حاجة وهو فاهم كويس قوي إنه لو عمل كده إلا هيحصله وقال لي بالحرف الواحد إن دي كانت أول مرة أرصت ودن بس عشان يتعلم لكن لو ما تعلمش هعلمه بالظبط بيش وبعدين يا متر كمل بعد كده الحاج تنرفز وأنترضه وإحنا خدنا بعضنا ومشينا لأن الوقت كانت أخر بجد يعني وما كناش متصورين أبدا أبدا إنه هو ممكن يعذب الشاب المسكين دوت لدرجة إنه هو يقتله طب وإنتوا كنتوا عند الحاج لطفي بقى في الوقت المتأخر ده ليه؟ يا فنم أقول لي بساعدتك إحنا أصحاب متعودين إن إحنا نسهر عند الحاج لطفي كل ليلة وبعدين الحاج لطفي ده بيت أهل كرب وبيته مفتوح للجميع يا فنم إحنا بنتهم الرائد سليم الأنصاري بمحاولة اتزاز الحاج لطفي أبو المجد وطلب منه رشوة وتهديده بتلفيق تهمة قتل المرحومة نادا لإبنه تامر في حال إذا ما دفعش الرشوة وبعدين يا حبيبي هتعمل إيه؟ مش عارف مش المأمور ده كان ريسك مفروض إنه يقف جنبك ما ديجي شايفة بنفسك بتعان معي كويس إزاي بس ساعة الطفان مفيش حد بيشيل حد كله بيقولي الله نفسي يعني إيه يعني يا سليم؟ هيسيبك تتظلم ويقف يتفرج؟ ده لو كان هو أصلا مسدقني كل ما بصوله تحس إنه عايز يقولي أنت كداب وقطع لسانه وقطع لسان اللي يجيب صرتك بأي حاجة باش تفضلي إيه دي يا حبيبي؟ دي دايك تجيب غالك عشان دالك لما روح لنهاردة نعرف إن أزعلتك مرة اللي فاتت وكلمت معاك بطريقة مش كويسة حقيقة عليها ما تزعليش مني أزعل منك حدي سعلنا نروح ده أنت رجلي وسانتي في الدنيا شريف بيعي ساعتك في مكتب حسنا؟ حنستنى كاسلي من روح سامو روح مطو نوضمك نطابل شوي موسيقى تفتكر انا نشأة الوكيل انها بحيخ بكلامنا؟ ايه بقى حاج راضفي ده انا نشأة فاهمي مش اي حد انا مش فاهم انت الان من ايه بس يا راضفي الان الوقت يجي رجله في القضية بعد كل اللي عملنا ده يا حماد يا رجل ما تباس موسمس قوي كده لا احنا اولا انا متستف وكل حاجة مية مية الشهدة لله بقى الوقت زناتي ده وتلبسهم قضية تلبيسة مفيهاش خرم ابرة تفتكروا؟ الله مرا يا حاج ما قلتلك متخافش على تاني محدش هيقدر يهوه بناحيته يا رب يا رجد يا رب كدب كل ده كدب ما تعد يا شوية يا حضر الزابط وأنا كل مواجه في مواجهة شهد هتقولي كدب كدب عشان كلهم كدبين التلاتة كدبين؟ عايزين لف قولك قديد قتل ورشوة؟ طب ليه؟ عشان طلع ابن لطفة بالمجد طب هو نشأة محمد ايه مصلحتهم؟ صحابه بيساعدوهم يا سليم قولي الكلام يدخل العقل ده واحد محامي والتاني عدرو برلمان اللي تنم السياحنا مش جايبينه من على القهوة انا مش فهمت اللي بساد داوم قوي كده؟ ولا عشان فيه واحد في البرلمان؟ أعدها لك يا سليم عشان الموقف اللي انت فيه بس انا عايز اعرف الوقت مت منك ازاي؟ انا عارف ان ما كانش قصدك تقتله برضو مفيش فايدة بعد كل اللي قلتولك ده بتقولي برضو قتلته ازاي؟ برحتك بقى انا عايزة ساعدك والله انا معاك مش ضدك عموما انا رجعت للمحامي العام وستيادت النائب العام واستأذنتهم قولي ماخد قراري ولعلمك ومعتصال بموديل الامن ووزير الداخلية وحطينهم في الصورة اكتب يا ابني يحبس المتهم سليم عبد الحميد الأنصاري اربعة ايام على زمة التحقيق ويراء التجديد في الموعد القانوني اشتركوا في ف lemgence اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة